عزيزي برج العذراء ملك العواطف أنت قلبك وروحك أقوى وأكبر من جسدك منذ صغرك وأنت مميز منذ صغرك وأنت أو أنت عجيبة ونورك ذات لون غير معروف أنت محاطة بها لا سماوية نورها ليس من هذا العالم بل سماوي لونها غير معروف ليس لا أزرق ولا أخضر ولا أحمر بل لون غير معروف لون سماوي نجهله يا بشرية طبعا أنت تلقائية عفوية بعيدة كل البعد عن التمثيل عن التصنع ولا تحبين السطحية والتفاها أما بالنسبة للحبيب لهذا الحبيب أرى هنا حب حب كما أقول فياض حب كبير حب جميل جدا حب نقي طاهر صافي شوفوا يا له من صفاء يلا هم يشوفوا صفاء الماء مثل صفاء الماء صافي مثل صفاء الماء بالنسبة لحبيبك أنت ملاكه أنت ملاكه الجميل الذي يدخل البهجة إلى حياته أنت الحنال السماوي النادر لأنه يرى فيك صفات وميزات قيمة صفات وميزات لا نراها في أيام من هذه قيمة جدا أنت روح نبيلة جدا صادقة دائما مبتسمة وأخلاقك حسنة دائما سعيدة تحبين تحبين مساعدة الآخرين لكن ليس تحبين بل هذا شيء نابع من قلبك يعني بدون شعور يعني بتلقائية وعفوية دائما تحبين مساعدة الآخرين ولا تنتظرين لا شكر ولا مقابل يعني تساعدين ولا تنتظرين المقابل لأنه طبعك هكذا هكذا خلقك الله سبحان الله وما أجملك وما أرواعك أنت حساسة بزاف هذا الحبيب يشتاق إليك شوق المجنون يحترق يحترق شوقا لا تخذوني ينزل الكارت لديكم كارتات جميلة بزاف هذا الحبيب أراه نعم يشترق عفوين يشترق لا يشتاق إليك يحترق يحترق شوقا ويريد أن يذهب إليك لكن هناك شيء يمنعه هذا الحبيب يشتاق إليك بزاف ويريد الماجيء أو يريد الاتصال بك لكن هناك شيء يمنعه هذا الحبيب أراه حزين حزين في حياته اليومية أراه يشتاق بزاف لصوتك يعني يشتاق لسماع صوتك والحديث حديثك ولسماع حديثك الرائع أنت تتحدثين بنبرة جميلة بنبرة لطيفة ويفكر فيك يفكر فيك بزاف هذا الحبيب يراك أجمل ما في الكون يراك فاتنة رقيقة يعني أنت نعم لطيفة رقيقة ما قلته سابقا وفي غاية الأنوثة وهو يحب ذلك كثيرا هذا الحبيب في حياته اليومية هناك الضرابات ومشاكل يهرب منها بالتفكير في هذا الجمال هذا الحبيب أراه أنه يشعر بأنه ضائع وأنه فقد منبع الحياة منبع الصرور وهذا الحبيب فقد حتى الرغبة في النهوض في ميناء السرير في الصباح ما عندهش لقانه حتى ينوض يعني في الصباح عندما فيش كا ينوض ما عندهش لقانه حتى ينوض ليقوم بأعماله اليومية أراه حتى فقد حتى الشاهية يعني حتى لا يأكله جيدا لماذا؟ لأني كما قلت هناك شوك شوك يا ربي نعم شوك أشواك في قلبي شوك هناك شوك يحرقه معذب مؤلم ويفكر فيك بالليل بزاف يفكر ويفكر كثيرا ويفكر في طريقة لكي يكون معك قد يكون هنا طرف آخر لتخليوني نزيد الكارت لكن أنا أرى أن هذا الحبيب مغرم هذا الحبيب مغرم وأرى هنا حب ناقي ربما أنت أحيانا تفكر أنت استسلمة وأن هناك الكثير من العوائق والعقبات لكن كتقول لكم شوفوا سبحان الله كتقول لكم هذا الكون قوية لا تستسلمي لماذا؟ لأن هذا الحب مكتوب في اللوح المحفوظ السماوي لا يعني أنا ما أرى أن هناك حب جميل جدا ربما هناك طرف آخر لكن بالنسبة لهذا الحبيب لا يمكنك أن تتخيل كيف يراك أنت الجمال في الجمال ولا يراك فقط جميلة بعينيه وبروحه كذلك أكيد أنك جميلة وفاتنة لكن بالنسبة لهذا الحبيب أنت جميلة وفاتنة مئة مرة مليون مرة أكثر مما يعني إذا كنا بالمقارنة معك فيراك الآخرون بالنسبة لهذا الحبيب أنت أجمل ما في الكون لكن ليس فقط جسديا بل روحيا هذا الحبيب يحبك يعني روحيا بينكما صلة روحية قوية بزاف جميلة خيط لا يمكن أن نقطعه لذلك كتقول لك هذه الكرد أن هذا الحب لا يمكن الفرار منه لأنه مكتوب وهذا الحبيب كما قلت أره أنه يشعر أنه بسكين ضائع لأنه فقد منبع الحياة والسرور الذي هو أنت الأبراج التي أراها مائية عقرب سرطان وحوت ترابية جدي ثور وعذراء مثلك وكذلك نارية قوس حمل وأسد هذا الحبيب قد يكون هذا برجه أنت أراك سعيدة بكل شيء بكل شيء في حياتك وتدركين أن هذا الحب وصل إلى حياتك لتكون أجمل لتكون أقوى لتكون أفضل لذلك لا تستسلمي لتكون أكثر إيجابية مهما كانت الأوضاع أنت وهذا الحبيب عشتما مراحل مختلفة لكن الآن حان الوقت لبداية مرحلة جديدة معاً أنا أرى هنا قد يكون العائق أن هناك طلاف آخر لكن هذا حب يعني يعني كبير جداً ليس حب عادي وبينك وماصلة روحاني لا يمكنك أن تدخل كيف يراك كما لو يعني كما لو لم يكن نساء فوق سطح الأرض فقط أنت هكذا يعني في عينيه أنت وأنت يا رفك يعني أشياء لم يراها أبداً أبداً يعني في شخص آخر وهو مع شخص آخر لكنه غير مرتاح هو يعيش يعني في حياته اليومية يشعر بأنه ليس مكانه المناسب وأن مكانه معك أنت أنت أو معك أنت يشعر أنه يفقد أجمل ما في حياته أجمل ما حدث له في حياته وأنت وأرى أن في حياته سيحدث له شيء سيجعله يدرك مدى قيمة نورك في ظلام اكتئابه أنا أراه حزين بزاف ويشتق بزاف إليك ويريد أن يتصل ويريد أن يراك لكن هناك من يمنعه لكن أنا هذه الكارتات الأخيرة تقول لي أن هناك شوفوا الله هلها من مقراءة رائعة الله 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 قلت لكم أن هذا الحب غير عادي هنا صلاة روحانية سماوية هنا خيط يجمعك ما لا يمكن قطعه وهذه الكارت الأخيرة تقول لي تتحدثوا عن مستقبل ظاهر مستقبل مشرق مستقبل رائع أجمل من رائع لأنك أنت نوره وهو الآن في ظلام وفي اكتئاب لكن هذا الحبيب يرغب كثيرا وسيفعل يرغب كثيرا بإثبات حبه مدى حبه الكبير لك وسيفعل ذلك سيفعل ذلك لماذا؟ لأن هنا حب سماوي كما قلت صلاة روحانية قوية بزاف وجميلة حب صافي بزاف وكبير غير عادي حب لا ينتهي وتتكلم هذه عن تغييرات 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 مهمة جدا تغيير مهم في حياتكما وأن الحياة ستجمعكما لأنه كما قلت هذا الحب مكتوب في مكتوب في اللوح المحفوظ السماوي لذلك لا تخافوا لا تترك الإيجابية تهرب منك أبدا أرى حياة مليئة نعم مليئة مليئة أصر بالسعادة والفرح قراءة أكثر إيجابية أكثر قراءة يعني إيجابية بزاف أجمل قراءة يعني حيث المستقبل لأن القراءة الأخرى لم أرى يعني جواب عن ماذا سيحدث في المستقبل لكن أنت نعم فهذا القراءة نعم يلا من القراءة سعيدة سعيدة بزاف هذا الحبيب يرغب بإثبات مدى حبه لك وسيفعل لذلك أرجوك الكثير من الهدوء والسلام والاسترخاء والدعاء الكثير من الدعاء والإيمان النابع من الروح الكثير من الدعاء يستجيب دعوة الداعي إلى إذا دعاني الكثير من الصبر وستعيش نشوة نشوة روحية لأن الله سيحقق حلمك الله سيحقق حلمك الله على قراءة يا ربي الله على قراءة كم هي متفائلة وإيجابية الله سيحقق أنت ستعيش نشوة روحية روحانية لن تصدق معجزة يعني هذه أقوى حتى من المعجزة وأحلامك ستتحقق حلمك الجميل مع هذا الحبيب سيتحقق دعوني نشوف الرسالة الأخيرة التفكير الإيجابي ما كنت أقوله لا تتركوا الإيجابية تهربوا أرجوكم لأن دا بغد نقراركم الرسالة فقط أنا أرى أنها تتفق معي الكثير من التفكير الإيجابي لا تترك الإيجابية تهرب منك أبدا أبدا لأن الله معنا يجب أن يكون لديك إيمان قوي ومطلق بأن الله معك بأن الله سييسر أمورك دائما والله يقول لشيئكم فيكون لا تفقدوا إيمانكم ولا تفقدوا الأمل الأمل الكثير من الصبر وهناك حلمك المقدس سيتحقق بحول الله إن شاء الله والحمد لله نحمد الله كما لو حدث كما لو حدث كما لو تحقق اليوم وأنا أقرأ ذلك تخيلوا أنتم وصدقوا تفكير إيجابي التفكير الإيجابي مهم جدا لخلق حياة صحية وحياة وفرة التصرف أو الطبع الإيجابي يغذي التفكير الإيجابي والأهداف الإيجابية هي المفاتيح السعادة لا تقلق ابقى في طاقة الحب ابقى في طاقة الحب ابقى في طاقة الحب أرجوك يعني لا طاقة الحب يعني إذا كنت تحب هذا الحبيب واصل أحبيه إذا كنت تحب لم يمكنك الهروب من الحب وطبعا هذه الرسالة تتكلم عن الحب والمحبة أحب كل ما حولك وسترين المعجزات السماوية بعينيكي وأن أنتظر منكم التعليقات يا رب يا رب أنتظرها وأعرف أنها ستصلني أعرف أنكم ستكتبون لي تعليق لن تصدقه حتى أنتم حتى أنا لن أصدق التعليقات الإيجابية بعد هذه القراءة الإيجابية الجميلة أتمنى لكم الكثير من الخير والمحبة والسعادة والسلام والكثير الكثير من الصحة والعبية كانت رجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر